بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ونزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا ويسعدنا أحبة في الله أن نستقبل أسئلتكم واستفسارتكم عبر الأرقام الوريدة على الشاشة وعبر منصات الرحمة الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة على أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله عز وجل بالنسبة لي الأسئلة الواردة فسائل يسأل ويقول أنه بيدفع أموال للتأمين على الحياة وهو ده من باب تشغيل المال فهل هذا يصح أم لا مسألة قصة أننا أقول لك أننا أؤمن لك على حياتك وهذا تدفع مال وتأخذه بزيادة إذا حدث مكروها أو حدث حادث أو حدث شيء لقدر الله عز وجل الجهة المؤمنة لا تبذل شيئا للحفاظ على حياتك ولا يوجد منها عمل فالمسألة يعني زي نتقول مشي هم ونصبهم أنه يأخذ المال ويضعوا في بنوك ويأخذوا عليه فوايد ولو الحوادث قلت أو النص عمرهم طالت فبيبقى فيه مكسب أكثر إذا قلت بيبقى فيه خسارة ده كده شبيه بالقمار هذا قمار فلذلك يبتعد عن ذلك وشغل فلوسك في أعمال أو في تجارة ونميها ولا تعتمد على مثل هذا وبالنسبة للأبناء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا بالتقوى وبطاعة الله سبحانه وبالصلاح يحفظ الله الأبناء بإذن الله سبحانه وتعالى وإن الإسلام حريص حريص أن الناس اللي معاها أموال معينة نتشغل الفلوس وبتسبهاش عرضة للدخارات المختلفة التي لا تؤدي إلى عمل لأن كل واحد عن فلوسه بيؤدي ذلك إلى كساد اقتصادي فلذلك الإسلام فرض الزكاة حق للفقير وفي نفس الوقت من خلال ذلك اللي معاه فلوس بيقول لك أنا عشان الزكاة ما تكلهاش هتدى أشغل الفلوس عشان أنميها فيحدث رواج اجتماعي لكن المعاملات اللي فيها أمار أو فيها ريبة لا يأتي من ورقها النفع لا للشخص من حيث البركة ولا للأمة من حيث أنه بده يحدث كساد ولها أخطار شديد على الاقتصاد فيبتعد عن هذا بارك الله فيكم والد زوجي توفي من عدة أشهر وطرك قطعة أرض وقدرت في وقتها بمبلغ وطلعنا حق إخواته وأصبح المبلغ دين علينا وطلبنا منهم الصبر حتى السداد وكل واحد أعرف حقه ودلوقتي الأرض ببعت بسعر أعلى هما قالوا لينا في السعر الجديد هل هذا جائز؟ هنا دي مسألة متكررة في المواريث أن أحياناً بيبقى القريب أو الولد بيحاول أنه هو يشتري مراس إخواته مثلاً لما يكون له مراس أو ما شابه هنا في فرق بن سورتي صورة الأولى أنه يجبرهم على ذلك سواء من باب سيف الحياء أو أنه هو يمنع البيع أو يقف فيه البيع ويأخذ بثمان بخص وبعد لما يأخذ بثمان بخص يقولها قصة الأموال في هذه الحالة لا يجوز لأن هذا واضح أنه فيه ظلم يبين وعلينا أننا نضع دايماً نصب أعيوننا قول رسول الله سلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فيحرم أكل المراس أو تأخير توزيع المراس بدون رضا الورصة أو إجبار الورصة على أنهم يبيعوا بأقل من نصبهم كل ده حرام كل ده محرمات لا يصح إلا بالتراضي فما يصحش بسيف الحياء ولا يصح إلى آخره ففي هذه الحالة إذا كان هذا أتى بوسيلة من الوسائل التي ذكرتها فهذا طبعاً لا يصح ولهم أنهم يأخذوا نصبهم الصحيح وقت بيع الأرض وأن يتوب إلى الله عز وجل وأنه يوزع المراس بطريقة صحيحة وبالسعر المعروف في السوق إلا أن يكون عن تراضي منه فده الصورة الأولى الصورة الثانية أن يكون الوراء وقتها هو ده فعلاً سعر الأرض ما فيش غصب وما فيش سيف حياء وما فيش إكراه على أنهم يصبرهم على تقصيط المال وفي هذه الحالة بدأ أنهم يعطيهم سعر عادل وهم رضوا من باب الأخوة أو المحبة بنصبهم الذي يوزع ففي هذه الحالة إذا صرفت المواريس وتم تحديد التركة وتم الموافقة على ذلك ودم التنازل والكتابة بناءً على ذلك فأصبح المال دين هنا ينظر بقى هذا الدين هل هو أخره عنهم مماطلة أم أنه أعطاهم وقتًا محددًا ووفى بهذا الوقت فإذا كان أعطاهم وقتًا محددًا وكان يوفي ثم غلاء سعر الأرض هذا رزقه لا شيء طالما نتم بالطراضي وبما سبق ذكره أما إذا كان يماطل ففي هذه الحالة المماطل يغرم على الراجح في هذه الحالة وينظر إلى درجة مماطلته ويعاقب بها في جلسة على حسب طريقة المماطلة وعلى حسب تضخم العملة هل زاد عن الثلث أم لم يزد عن الثلث هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة فخلاصة النقام مسألة فيها تفصيل على ما تقدم ذكره الله تعالى أعلم هل في كل مرة أخرج فيها الصدقة يجب أن أستأذن زوجي علما أن أقلم سمحك في كل شيء أنت تفعلي في هذه الأمور خلاص طالما أخذت إذنا عاما من الزوج فليس عليك شيء في هذا طالما أنك تنفقي غير مفسدة فالمرأة إذا أنفقت من مال زوجها أو تصدقت من مال زوجها غير مفسدة فلا أجرها بما تصدقت وله الأجر بما أنفق لأنه ماله طالما فيه مسامحة عامة وطريقة الإنفاق ليس فيها يعني إضرار بالبيت ففي هذه الحالة ما فيش مشكلة فواضح أنها واخد إذن عام فيجوز لها ذلك سائل يسأل ويقول ربنا سبقت رحمته عذابه سبحانه وتعالى وهو رحيم علينا أكثر من رحمة الأم بولدنا طب ليه بيعذب من حق عليهم العذاب في النار هذا العذاب الشديد هذا خلاصة ما ورضه في هذا السؤال هنا علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد الثأر بينه وبين عباده لا يوجد الثأر بين الله وبين عباده بل هو إله رحيم نطيف بعباده سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا وقال سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه الحدث القدسي وجعلته بينكم محرما إلى أن قال سبحانه وتعالى في آخر هذا الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فالله رحمته رحمة إله سبحانه وتعالى وقال عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد فهو رحيم سبحانه وتعالى ورحمته رحمة إله فليست كفعل المخلوقين أنه يمكن يرحم أحد لدرجة أنه يعطي من لا يستحق وإنما الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بين أن من أخذ بأسباب النجاة نجا وأعطاه أضعاف 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 ما يستحق سبحانه وتعالى فالجنة ليست ثمنا للعمل ربنا لو عملنا بالعدل كلنا نهلك لأننا لا نستطيع أن نوفي حق الله أو أن نشكر نعمه سبحانه وتعالى وإنما من أخذ بأسباب النجاة وهي طاعة الله عز وجل وإن الحسنات غربت على السيئات نجا فيعامله الله بالرحمة فيعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم رحمة من الله سبحانه وتعالى طيب من لم يأخذ بأسباب النجاة من لم يأخذ بأسباب النجاة وحاذ الله سبحانه وتعالى وأصبح ظهيرا على الله كما قال الله وكان الكافر على ربه ظهيرا معين على الله سبحانه وتعالى ويحد الله سبحانه وتعالى ويعادي دين الله ويعادي رسل الله ويعادي أولياء الله ويحارب دين الله سبحانه وتعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويعذبوا أولياء الله عز وجل فيمهلهم الله كما قال في الأعراف وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فيبلو هؤلاء حتى الكفار الآية دي جاية بعد قصة أصحاب السبت وتحيلهم على دين ربنا وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات يعني لما أصى ربنا معجلش بالعقوبة سبحانه وتعالى من أعظم نعم الله على عباده سواء على عموم البشرية المسلم والمؤمن والكافر نعمة الإمهال أن الله يمهي العبادة سبحانه وتعالى ولا يعاجلهم بالعقوبة ويعطيهم مسا يعطيهم الزيادة في الحسنات وبلوناهم بالحسنات يبقى بعد عن ربنا وعاد الله عز وجل وحارب أولياء الله وكفر بالله عز وجل وكان ظهيرا على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه لا يعاجله بالعذاب بل ولا بالحسنات مزيد من الحسنات لعله يستحي يستحي من عطاء الله سبحانه وتعالى يرفل في نعمه وفي عطائه فيعود إلى الله عز وجل ولا يأخذه إلا بعد إقامة الحجة سبحانه وتعالى لا يعقبه إلا بعد إقامة الحجة فمعرفة للحق دخلنا نتخيل كده عرف الحق من الباطل وظل اتبع حواه ويحارب دين ربنا وربنا يديه حسنات يديه طاعات يديه حسنات يعني يديه دنيا ويديه أموال ويعطيه أشياء بحيث وصحة ويرزق بها ويزال يرزقه سبحانه وتعالى لأجل أن يستحق فلا يرعوي ويغتر بإمهال الله له ويقول لأ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة ويظل محينا على ربه سبحانه وتعالى معاديا لدين الله فيعطيه الله عز وجل مس من العذاب خفيف في الدنيا علشان يعرف أن ربنا عليه قادر أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين تحل تصيبهم قارعة بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الرغم من ذلك لا يتوب ولا يرعوي ويظل محينا ولا يرجع إلا بعد أن يأخذ الله دابرة يعني لو فضر معمر في الحياة يفضل على هذا 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 يعني استحق العذاب والله يعلم المفسد من المصلح سبحانه وتعالى والله خلقنا في هذه الحياة الدنيا لأجل أن يعطينا يعني أخلقنا وأعطانا اختيارا سبحانه وتعالى وأعطانا كل ما يعين على الوصول لطائد ربنا سبحانه وتعالى ولمعرفة الله وأنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله أعطانا عقولا وأعطانا سنن كونية وسنن شرعيا ورسولا وعلماء ليبلغوا الناس وليقيموا الحجة على الناس فبعد ذلك ومن أقيمت عليه الحجة لا يريد الله لا يريد الله ويعادي ربه سبحانه وتعالى ظهير على الله عز وجل يرتكب شيئا إد تكد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى يبتعد عن كل ما يقربه من ربه سبحانه وتعالى يعادي الله ويعادي أولياء الله الأصل هذا يستحق العذاب إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى فالله هو أعلم بكم هو أعلم بمن اتقى ولا يظلم ربك أحدا فالله لا يظلم أحدا من حق عليه العذاب فهذا لشر أصيل في نفسه ولو فيه خير لهذا الله سبحانه وتعالى والله ابتلانا في هذه حد الدنيا الموجود في نسياق السؤال طب لماذا خلقنا طالما أن الله يعرف ما سيقول إليه لكي لا يكون للناس على الله حجة ويبين لهم أن أخفى عنهم مقدرة وأعطاهم إرادة وبين لهم فمن شأف ليؤمن ومن شأف ليكفر ومن آمن كانت لأه الجنة ومن كفره فلأه العذاب ثم اختر الكفر على الرغم من إقامة الحجة عليه فالله أعلم سبحانه وتعالى بالمفسد من المصلح فخلاصة المقام لا يظلم ربك أحدا والدنيا دار اختبار ولن يعذب أحد ولن يعذب أحد سلما حاشى لله سبحانه وتعالى الله يعامل الكافر الذي حد الله سبحانه وحارب الله بعدله ويعامل المؤمن برحمته سبحانه وتعالى والله تعالى السئلة تسأل وتقول هل لما بكلم أمي عن مواقف حماتي عملتها معايا وفضفض معها بالكلام عن زوجي أو عن حماتي ومشكل معاهم يبقى كده غيبة خلينا نفرق بين حكتين بين مسألة إن عندك مشكلة تريد لها حلا ففي هذه الحالة المشكلة التي تريد لها الحل ما عندكيش خبرة والأم راشدة عندها من الخبرة والفهم والرؤية ما تعطيكي بيه مشورة لتصلحي به الحال فبتقوليها على باب الاستشارة لحل موضوع معين هنا ما فيش إشكالية إذا كان بهذا الضوابط أما إذا كان مجرد كلام وشكاية وحكاية عن المشاكل وإخراج لأسرار البيوت فبيؤدي هذا إلى الغيبة والمشاكل بتكتر فنبحث عن حل أو عن استشارة لمن هو أهل الاستشارة وإلا فنبتعد عن ذلك كي لا يؤدي إلى مفاسد أكثر ومنها الغيبة والله تعالى أعلم إيه الحكمة في تكرار آيات القرآن باختلاف الألفاظ مع إن المعنى واحد هنا اختلاف الألفاظ أولا تكرار الآيات هذا القرآن مثاني تكرار المعاني لأجل أن تستقر في الزهن تكرار المعاني لأجل أن تستقر في الزهن واختلاف الألفاظ لأجل أن لا يحدث ذلك سآمة وفي كل لفظة من الألفاظ التي ترد في المعاني المتكررة اللفظة المختلفة بيكون لها فهم زائد فهم زائد يتمشى مع إطار الصورة لأن كل صورة من الصور القرآن لها وحدة موضوعية بالدور الآيات فيها فبيأخذ من القصة من القصة القرآنية أو المعنى القرآني أو الجملة القرآنية الواردة في هذه الصورة ما يتوافق مع مقصد الصورة الأساسي ما يتوافق مع مقصد الصورة الأساسي فعند إذن القصة بتكون عدة أجزاء فيشير إليها إجمالا ويكون فيه تركيز وإظهار للجزء المتمشي مع وحدة الصورة الموضوعية وفي حين ثاني يكون صورة أخرى فيها وحدة موضوعية أخرى فيبرز من القصص المعنى الخاص بيها بطريقة أوضح ويجمل البقية فده أيضا من الحكم وأحيانا ما ذكرت لتركيز المعاني فالتكرار لأجل التركيز فما تكرر تقرر فالتكرار يعطي لمبين أهمية الشيء لأن الشيء المهم بيكرر إن دي قصة مقررة بيدي لها أكثر من معنى علشان نعرف إن فيها فوائد مهمة علينا إن إحنا نتضبرها لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقص علينا قصص السابقين لأجل أن نعتبر بها سبحانه وتعالى فما كان من حال أهل الإيمان اقتدين به وما كان من حال أهل الكفر علينا أن نبتعد عنه لأن الله ذم الكافرين في هذه القصص على أعمال وصفات معينة فمن شاركوا هذه الأعمال وهذه الصفات عوقبا وإن لم يكن كافرا على هيئتهم ولذلك كان سيدنا أمر رضي الله عنه يتورى عن الإصراف في المطعم والمشرب فلما يسأل عن ذلك كان يقول أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم وقرعهم وودخهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها على رغم من أن الآية بلا إشكال نزلت في الكفار كما ينص على ذلك أولها ويوم يُعرض الذين كفروا على النار لكنه الفهم العميق لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا وفهمونا علموا وعلمونا أن الكفار ذموا على أعمال وصفات معينة فمن شاركهم هذه الصفات استحق بعض عقابهم فلذلك تتكرر هذه المعاني إما تحزيرا وإما تشويقا لحال أهل الإيمان لنقتضي بأهل الخير ونبتعد عن أهل الشر فمن باب التقرير وكما قلت من باب خدمة النحية الموضوعية في الصورة وكل لفظة في القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى لمن يعني علم لغة العرب وفهم اللغة يجد أن الاختلاف اللفظة بيكون معها مزيد معنى بفضل الله سبحانه وتعالى والمباني بتدل على المعاني وإذا شواهده كثيرة يضيق المقام بذكرها في مثل هذا الموطن والله تعالى أعلم تقول ابنتي تزوجت للمرة الثانية لها من زوجها يعني زوج عنده بيت تاني وكان متفق مع خانه أن يجيب لها كل حاجة لكن لم يأتي لها بما وعدها هذا دين عليه لأن قال رسول سلم إن أحق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروش فطالما كان وعدها بمهر يجب عليه أن يأتي لها به إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل انقدر الله بقاء ورقاء يعني نجيب على بقية الأسئلة في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته